فضيلة الشيخ نحن مجموعة من الطلبة المسلمين ندرس بالخارج في دولة كافرة وتواجهنا بعض المشاكل منها ما يلي السؤال الأول نحن نصلي الصلوات الخمس في البيوت إلا صلاة الجمعة حيث لا يوجد في المدينة إلا مسجد واحد فهل يجب علينا حضور الصلوات الخمس في المسجد عند الاستطاعة مع العلم بأن المسجد غالبا ما يكون مغلق مع العلم أن نسكن بعيدا عن المسجد إذا كان المسجد بعيدا فلا يلزمكم الذهاب إليه لما في ذلك من المشقة ولكن كونوا لكم مصلى أنت ومن حولك من إخوانك طلبة كونوا لكم مصلى تصلون فيه وأما الجمعة فتذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين وأما الصلوات الخمس إذا كان المسجد بعيدا عنكم فاتفق أنت ومن حولك من إخوانك وَكَوِّنُوا لَكُمْ مُصَلًّا إِمَّا فِي بَيْتِ أَحَدِكُمْ أَوْ فِي مَكَانٍ تَسْتَأْجِرُونَهُ أو في أي مكان يتيسر تصلون فيه الصلوات الخمس جماعة فضيلة الشيخ هل الإقامة في بلد كافر جائزة أم لا وللدراسة أو للعمل مع العلم أن في هذا البلد مسجد يصلى فيه بعض الأوقات لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار إلا للمستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم المستضعف الذي لا يقدر على الهجرة يقيم للضرورة ولكن يتمسك بدينه يتمسك بدينه ولا يتساهل فيه هذه واحدة الثاني يجوز تجوز الإقامة للتعلم إذا كان هذا التعلم يحتاج إليه الإنسان ويحتاج إليه المجتمع ولا يوجد إلا في بلاد الكفر يجوز أنه يقيم بقدر ما يتعلم هذا التخصص طب أو غيره ثم يرجع إلى بلده يقيم بقدر الحاجة فقط ثالثا إذا كان إقامته في بلاد الكفار لأجل الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين الذين هناك دعوة الكفار إلى الإسلام يجوز الإقامة من أجل الدعوة إلى الله عز وجل فهذه الأحوال يبتجوز الإقامة فيها إما للضرورة أو للحاجة نعم السؤال الثالث كيف يجب أن تكون أن تكون علاقتنا مع الكفار علاقة المعاملة الدنيوية بالبيع والشراء والمجاورة وأحكام الجوار والإحسان إلى الجيران هذا مما يأمر به الإسلام مما يأمر به الإسلام أو يبيحه الإسلام يبيح البيع والشراء مع الكفار في الأمور المباحة ويجوز الإهدى إليهم وقبول الهدية منهم وإذا كانوا جيران فلهم حق الجوار هذا يجوز في الإسلام بل منهما هو مباح ومنهما هو مستحب وأما علاقة المحبة والصداقة فلا تجوز لا تحبوهم بل أبغضوهم وعادوهم في الله عز وجل لكن من غير اعتداء عليهم لا تحبوهم في قلوبكم ولكن لا تعتدوا عليهم أو تظلموهم نعم السؤال الرابع أخ من أدربيجان المدينة التي يسكن بها كلهم شيعة فأل يصلي خلفهم لا يصلي خلفهم إذا كانوا من الشيعة الذين يقولون بمذهب الجعفرية أو ما هو أشد من ذلك مذهب الباطنية الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم أو يدعون الأئمة من دون الله عز وجل ويعبدون القبور والأضرحة لا تجوز الصلاة خلفهم فلا تصلوا خلف الشيعة كونوا لكم مصلى وصلوا أنتم وحدكم وإذا صلوا معكم هم فلا تمنعون إذا صلوا هم معكم فلا تمنعون أما أنتم لا تصلوا خلفهم نعم السؤال الخامس هل يجب أن يكون لدينا أمير وما هي مواصفاته تتخذون واحدا منكم تفوضون إليه أموركم موقتا هذا مثل الإمارة في السفر المسافرون حتى في بلاد الإسلام المسافرون يأمرون إليهم أميرا يرجعون إليه في شؤونهم ومن باب أولى في بلاد الكفار فتختارون لكم واحدا يكون مرجعا لكم ويحل النزاع الذي بينكم نعم لا باس بذلك السؤال السادس وبالصفاته أن يكون أن يكون متمسكا بدينه وأن يكون عادلا ليس عنده حيف مع أحد أو هوى مع أحد نعم السؤال السادس شخص له أم عمرها عمرها ستون سنة سمحت له بالهجرة وهو يريد الهجرة فهل يهاجر إذا تيسرت له الهجرة يجب عليه الهجرة ويحاول أن يأتي بأمه معه حاول أن أن يأتي بأمه معه ويهاجر بها لأن هذا من حقها عليه أن ينقذها من بلاد الكفر وأن يبر بها ويحسن إليها ويكون إلى إلى جنبها وعندها فإذا تمكن من ذلك فليهاجر بأمه أما إذا لم يتمكن وكانت أمه تستغني عنه وأذنت له بذلك فإنه يهاجر نعم سؤالهم الأخير يقولون فيه هل يجوز للزوجة المسلمة التي أهلها كفار تغيير اسم عائلته إلى عائلة زوجها لا 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 يجوز لها أن تنتسب إلى عائلة زوجها تنتسب إلى عائلتها ولو كانوا كفار الانتساب ما فيه شيء ما هم من أمور الدين من أمور الدنيا وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف فالانتساب والأنساب لا تدخل في أمور الدين إنما تدخل في أمور التعارف أقط ولا يجوز لها أن تنتسب إلى غير أهلها أو إلى غير أبيها هذا من الكبائر إن الإنسان ينتسب إلى غير أبيها لا اشتركوا في القناة موسيقى شكرا